ادلة جديدة وبيانات صوتية ومرئية في المحاكم الاوروبية تثبت طورط نظام الاسد بهجمات كيميائية في سوريا الارشيف السوري والمركز السوري للاعلام وحورية التعبير قدما الى سلطات التحقيق والادعاء العام في كل من المانيا والسويد وفرنسا معلومات تتعلق بهجمات غاز السارين التي نفذها نظام الاسد في الغوطة الشرقية وخان شيخون بريف ادلب المنظمتان المهتمتان بتوثيق الانتهاكات في سوريا اكدتا في بيان ان المركز السوري للاعلام سيقدم معلومات حول تسلسل القيادة لفصائل مختلفة مرتبطة بالنظام اضافة الى مقاطع فيديو اصلية التقطها موظفون ميدانيون في مركز توثيق الانتهاكات في سوريا وقت الهجوم الذي سهدف الغوطة الشرقية في الحادي والعشرين من شهر ااب عام الفين وثلاثة عشر اما الهجوم على خان شيخون عام الفين وسبعة عشر فسيقدم المركز معلومات حول تسلسل القيادة ومعلومات اضافية بشأن الجريمة في حين سيقدم الارشيف السوري قاعدة بيانات اعلامية مفتوحة المصدر ووثائق سمعية بصرية مرتبطة بالهجمات المنظمتان ستقدمان للمحاكم الاوروبية ايضا معلومات منفصلة ومتكاملة تتعلق بها يكل القيادة لقوات النظام المرتبطة بالهجمات بعد ان اعدت هذه المواد بشكل مستقل مستندة الى مصادر متنوعة وباستخدام منهجيات مختلفة وغير متداخلة وفق البيان مساع جديدة ومسمرة تبذلها منظمات سورية في سبيل الوصول الى العدالة ومحاكمة مجرم الحرب في وقت عقبت السفارة الامريكية في دمشق عبر تغريدة على تويتر حول الموضوع بقولها افعال نظام الاسد المروعة لا يمكن ان تنسى ولن تنسى مضيفة لا افلات من العقاب